مصر دولة واحدة وكل فروعها سواء كان عائلات الريف المصري الشباب المصري كل المؤسسات هي في إطار واحد وفي تقويم واحد احنا هدفنا كعيلة من عائلات مصر وكقبيلة كبيرة من القبائل المصرية لا تخلو قرية من مصر على الإطلاق اللي هو فيها أل النجار نعايزين نقرب كلنا كعائلات مصر كقبائل مصر نلتحم في إطار واحد وهو البنيان الأصيل للدولة المصرية نعم احنا قلنا مصر دولة عربية وانا قلت ان العرب في مصر ما قبل الفتح الإسلامي وما قبل وببداية التاريخ نعم وقلت ان الملك مينة والملوك من بعده ملوك الأسر الفرعونية من الأسرة الأولى حتى الأسرة الثلاثين كانوا كلهم المصيرات بتاعتهم كانت في النيل وكان هناك تقارب شديد جدا بين هذه الأسر وبين أو الملوك الأسر وبين الشعب الأصلي العربي لأن الأصل في كل هذه الكائنات هم يعني من الجنسية السامية يعني من أولاد سام ابن نوح فكلنا تركيبة واحدة وكلنا مجموعة واحدة وكلنا اعتبارات واحدة هناك قوى نعمة هذه القوى النعمة أو القوى الاستعمارية اللي حاولت تضربنا بكافة قوتها العسكرية ما قدرتش ولو هناك خسائر رهيبة جدا ويعني خسائر في الأرواح خسائر في المال في الاقتصاد في السلاح في كل ما تتخيلوا فبحثوا عن القوى النعمة بن جوريون سنة 48 حينما تم تأسيس دولة إسرائيل قال حينما تظل إسرائيل قوية في الشرق الأوسط ومهابة الجانب ولا يستحق أحد الاقترب إليها فلابد من القضاء على ثلاث جيوش مواجهة أول حاجة قال الجيش العرائي نمرة اثنين قال الجيش السوري نمرة ثلاثة قال الجيش المصري قالوا لزاي احنا ما عندناش قوة تقدر تهد جيوش دي في توقيت واحد قال لا احنا حنحاول نفتت القوى الموجودة في هذه الدول بحيث نقدر يعني نضربهم وبالفعل عمل كلام ده في العراق عمل كلام ده في سوريا وجاي يعملوا في مصر يعملوا في مصر بإيه نسيج الأمة مسيحي ومسلم احنا لم نرى مشكلة على الإطلاق بين مسيح ومسلم بين مسيح ومسلم منذ دخول الإسلام لمصر إلا بعد 73 بعد الحرب الطاحنة اللي ربنا سبحانه وتعالى بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقوة الجيش المصري وبقوة القادة السياسية اللي كانت موجودة انتصارنا على فبدأ يعني ظروفه مش قادرة فبدأ يستخدم هذا هذا الاسلوب النعم تربط ما بين انتصارنا على العدو في 73 وتحول فكره برضو لبث أشكال الفتنة الفتنة في المجتمع المصر العيد عن مواجهة العسكرية أنا ما أتكلم حقا ده بالنسبة للسحي طب نيجي بقى طب بدأت دلوقتي